لكن من الأول من نجمش نحكي من غير من ترحم على شهدائنا وشهداء الحركة الطلابية من لم يستوحشوا طريق الحقي لقلة ساليكيه ابتداء بشهيد فاضل ساسي ونبيل بركاتي انتهاء بسيد شهداء شكري بالعيد وسيد شهداء محمد براهمي لكن في الأصل في الأشياء أنه لا يمكن تناول الخطر الإرهابي هذا بمعزل على وضع عام متأزم تعيشه البلاد التونسية التي تقودها خيارات اقتصادية وخيارات سياسية مرتهنة لإملاءات وأوامر مؤسسات الاستعمار مما يزيد باستمرار من بؤس البلاد ومن شقاء أبناء شعبنا ومن شقاء الفئات الهشة والمراد من هذا التنويه توضيح البوصلة وتعديلها أولا وأخيرا لأنه نحن في الاتحاد العام لطلبة تونس قيادة وقواعدا مخارطون في الحراك الشعبي ونعتبر أنه طلبتنا ونحن جزء لا يتجزأ من شعبنا المرتهن لقوى رجعية ولقوى عميلة سيطرت منذ سنوات مع الأسف على مفاصل الدولة وبثت فيها الظلمية والرجعية والإرهاب وإن أنا الأوان أن أعرف نفسي فأقول أني غصن من أخصان الاتحاد العام لطلبة تونس الخط الأخير المدافع عن الجامعة الشعبية وذراع القوى التقدمية ومختلف الأطياف من مجتمع مدني وإلى آخره ملتصقة بهموم الشعب خذنا انتخابات المجالس العلمية بلا مال سياسي فاسد وبلا إعلام موجه خذنا انتخاباتنا بعزائم من حديد وبين قوسين حفاتا عراتا حفاتا عراتا في مواجهة ذراع الطلابي لحركة النهضة اللي هو قام فعليا بتهديدي تحت الشعار انتصارا للجامعة الشعبية والسيادة الوطنية وهذا الشعار هو ترجمين لقناعتنا التامة بأن على استعداد لخوض كل الأشكال النظالية المتاحة ضد مشاريع الخوصة وضد مشاريع التفريط ورددنا في انتخابات المجالس العلمية تقدمية نحبوها أي نريدها جامعة تقدمية وجامعة حرة خالية من قيود الظلمية والتكفير والإرهاب في حين انه ما يسمى بالنقابة الموازية على ارتباط وثيق بحزب حركة النهضة الإرهابي المتورد في الاغتيالات السياسية وقياداتها نريد أن نعرف ما الذي جرى معك ما قدمتيه ويفسر كيف تفكرين والمسار الذي تسلكونه وريد أن نعرف كيف وصلتك هذه الرسالة بالتهديد أنا أعتقد أنه كان مهم أنه نحكي في الموضوع هذا لأنه لو ما جيتش في الاتحاد العام لطلباتونس لو ما جيتش حاملة لخط سياسي معين ولفكر معين ما كانش يتم تهديدي بالطريقة هذه هو 25 جولي 2013 كما يعلم الجميع أختي للشهيد محمد براهن في وضح النهار وبين قوسين لا يزال من قتل ومن حرض ومن نفذ ومن يتحمل مسؤولية السياسية في ذلك مجهولا 17 جولي 2020 وزارة الداخلية التونسية تعلم بارك عويني إبراهمي بوجود تهديدات جدية لتصفيتها من قبل ما يسمى بكتيبة جنود الخلافة ومنذ ذلك اليوم وهي تحت حماية الدولة التونسية 4 مارس 2021 في انتخابات المجالس العلمية تعرفت أنا ورفقاتي ورفاقي إلى عنف مادي شديد جدا في الشارع في العاصمة التونسية وهناك من من التجأ القضاء وهناك من على غراري رفض توجه القضاء في تلك المرحلة 9 مارس 2021 وهو اليوم المفصلي أو فيه حدثت الحادثة المفصلية وقت اللي هددني قيادي بذراعة طلابي لحركة النهضة في الجامعة وتوعدني بيديه وبحضور إداريين وبحضور طلبة وبحضور سيدة وعندها خراج طواعية من الكلية تجنبا لحمام دم لأنه لم يكن تهديدا فارغا وفي هذا الأثناء التهديد هذا جاء على إثر حملة ممنهجة من عند صفحة مشبوهة تقوم بتشويه أبناء اتحاد العام لطلبة تونس الكل وشوهتني في أكثر من مناسبة وحرضت علي في أكثر من مناسبة بالإسم ويمكن على مدى أسبوع معناها انتهت حملة التشويه والتحريض بالفعل اللي قام به القيادي في النقابة الموازية 10 مارس 2021 على نفس الصفحة المأجورة يصلني منشور فيه تهديد صريح بإراقة الدماء في الكلية أقتبس في الكلية أو في شوارع العاصمة واعتراف ضمني بالاغتيال الجبان الذي ارتقى على إثره والدي شهيدا وأقتبس يا نطفة رجل حسبناه بطريقتنا في نفس اليوم تواجهت رفقة الأستاذ ياسين عزازة لتقديم شكاية في الغرض وتم استماعي كمتضررة بعد أن أذنت النيابة العمومية بأريانا في الغرض واليوم قررت النيابة العمومية إحالة الملف للقطب القضائي لمكافحة إرهاب نظرا للصبغة الإرهابية للملف اليوم زادة في زيارة موسين دو مؤاز رقاموا بها أصدقائي وصديقاتي ورفاقي ورفيقاتي للكلية تتم تهديدي مجددا على مرأة ومن أسمع من الطلبة مجددا بإباحة دمي في الكلية مجددا وتم توثيق الكلام هذا بفيديو تم إلحاقه بالملف فيما قرأته من رسالة التهديد سارة في جملة خاصة فيك سنحاسبك بطريقة أقبح هل تشعرين بالخوف؟ هل هناك إجراءات أيضا تمت لحمايتك؟ وتعتبرين بأنه كيف تفكرين ومشروعك الذي تسيرين فيه في إطار انطلاقة من الانتحاد العام لطلب التونس وصولا بشكل أوسع على المستوى السياسي هو يعني مشروع الشهيد الإبراهمي هو ما يحمل يعني سبب للتهديد بحياتك؟ هل تخشين على حياتك فعلا؟ هو أنا أعتقد أنه مشروع الشهيد محمد إبراهمي هو أكبر من شخصي وأكبر من منظمة في حد ذاتها هو مشروع وطني جامع لكل التونسيين ولكل التونسيين مشروع محمد إبراهمي يشكل خطرا على اليمين الرجعي الحاكم ويشكل خطرا على الاستقطاب الثنائي في الشارع وفي الجامعة ولهذا تم اغتيال الشهيد محمد إبراهمي فعليا عام 2013 لكن الأصل في الأشياء أنه أنا لا يرهبني إرهابهم لأنني نعتقد أنه لن أخسر أكثر مما خسرت أنا بابا فعلا تم اغتياله وشفته كي ماته وأمي تم تهديدها بالاغتيال فأنا أعتقد أنه يحصل يشرف أنه قتلت بابا يهددون يحصل يشرف أني نحس أنه أنا أسيره على دربي ولو قليلا محمد إبراهمي علمني جملة كان يقول لا تخافوا لا يرهبكم إرهابهم أن إرهاب الرجعية يفشوش وفي اتحاد الطلبة تعلمنا نقولوا ما ناش من اللي يولوا ما ناش من الوسط الطريق يوخروا ويذلوا فأنا بين المدرستين العظيمتين هذا ترجمة نانسي قنقر